اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند في فقرة ترند الترند هنركز على فكرة تضخيم الأمور الخاصة بالنادي الأهلي في صفحات السوشيال ميديا والموضوع ابتدى بقى واضح بنسبة كبيرة جدا لكل السادة المتابعين دايما السوشيال ميديا بتدينا كده مرقاة للحالة العامة اللي الناس عايزة تتكلم فيها أو الشارع الرياضي دايما مشهول بايه الواسط الرياضي في مصر والواسط القرى وتحديدا فيه تفاصيل كتير وفيه كواليس كتير وفيه مشاكل وقضايا وأزمات كتيرة جدا وده ممكن يكون طبيعي لأن كل العالم ماشي بنفس الإطار سيء زي ما يكون فيه إيجابيات فيه سلبيات لكن دايما بحس أن أي سلبية أو أي خبر ممكن يكون سلبي عن الأهلي بيتم تضخيمه بشكل جيد جدا من خلال صفحات السوشيال ميديا الناس تقولي أنت تقصد وقع معينة ولا بتتكلم بشكل عام هو أنا ممكن أتكلم بشكل عام في بعض الفترات لكن في الفترة الحالية تحديدا لا أقصد بعض المواقف المعينة الناس تقولي تقصد مثلا موقف بيت سمو سيماني في المباريات الأخيرة وبعض الناس اللي حبت تسأله على قهربة والطريقة اللي حصلت في السؤال على قهربة وهل هي مهنية ولا غير مهنية ده جزء ده جزء لكن فيه جزء تاني أكبر من كده على مدار عملي في المجال الإعلامي وتحديدا في المجال الصحفي حوالي 14 سنة أي تدريب في النادي الأهلي بشوف مثلا فيه احتكاك ما بين بعض اللعيبة بشوف أن فيه حماس وجدية من بعض اللعيبة فيه التدريبات لكن بلاحظ دايما اللي لما بيكون فيه احتكاك زائد عن الحد أو احتداد فيه اللعب ما بين بعض اللعيبة نتيجة أنه كل واحد عايز يقدم أفضل ما لديه داخل المران لا بحيث أن هنا لو حصلت تاتشة صغيرة أو مشكلة صغيرة بيتم تضخيمها في الإعلام وزي ما يكون مباراة الأمس مثلا مع الزمالك وفاركو في كاسر ربطة ما حدش تكلم خالص على الأحداث اللي كانت موجودة مثلا في خروج أحد اللعبين لا كل ركز رغم أن دي كانت صوت وصورة الناس كلها شايفاها لكن كل ركز على مشدة ما بين وليد سليمان وياسر إبراهيم حتى لو حصلت مشدة داخل المران ده شيء طبيعي ده شيء طبيعي وبيحصل في كل فرع العالم لكن التركيز على فكرة تفاصيل التفاصيل ياسر قال إيه الوليد وليد قال إيه ياسر كابتن سيد عمل إيه مع ياسر كابتن سامي اتدخل في الموضوع وحل الموضوع بين الاتنين لا ده فيه غرامة مالية على ياسر لا ياسر كابتن سليمان قال إيه ياسر عاستنك لما تخلص التمرين يعني ده تدريب وطبيعي في أي تأسيمة بيكون فيه احتكاك ما بين اللعيبة ولو حد خرج عن النص داخل المران بيكون فيه غرامة خلاص اقلب الصفحة وشوف اللي بعدها لكن دايما بحس كده أن فيه ناس عايزة تخلي الخبر ده ترند عايزة تخلي المعلومة دي هي اللي تبقى منتشرة من خلال صفحات السوشيال ميديا ده قياس بتكلم عليه رغم أن في نفس اليوم في نفس الموقف كان فيه مبارف كأس الرطة كلكم عارفين طبعا أقصد إيه وكان فيه مشهد على مرأة ومسمع من الجميع ما حدش تكلم عليه خالص عدي لا شوف هنا المشكلة دي وكبرها وخليها ترند من خلال صفحات السوشيال ميديا إحنا برنامج سوشيال ميديا فدائما بنشوف الإيجابيات فين والسلبيات فين ولو فيه سلبية في بعض المواقف بنحاول نخليها ترند إيجابي لأن إحنا دائما شعرنا هنا بنشتغل على الإيجابيات على فكرة فيه سلبيات وفيه قضايا والله لو اتكلمنا فيها وفتحناها الناس مش هتعرف ترد علينا وتقول لنا أنتو مش هيعرفوا يواجهونا باللي احنا هنقوله سواء معلومات أو ردود أو أو الجزاية التانية هو طبيعي أن أيهم دربوا وخارج من الملعب حد يواقف قدامه بكاميرا يسأله يقوله أيا كان طبيعة السؤال ولا فيه رولز معينة وحدود معينة في التعامل مع الأجهزة الفنية بشكل عام فيه ميكسنزون فيه مؤتمر صحف البريس كونفرنس لكل الصحفيين وكمان طريقة السؤال واستخدام الأداء اللي هتستخدمها في السؤال كل دي من الإطار الأمور المهنية اللي بيتم استخدامها ورولز اللي بيشتغل عليها سواء ربط الأنداء المحترفة أو حتى طبقا للمسابقة اللي أنت بتشتغل فيها هو أنت بتشوفوا دلوقتي منافسات كأس أمم إفريقيا هل بتشوف مدارب وخارج لسه من على دكة البودلاء حد ووقف له بكاميرا موبايل بيسأله ولو ووقفت بكاميرا موبايل وسألت والمدارب ده خده قدامك أي أكشن أنت ساعات هنا تقدر تحاسب المدارب على الأكشن بتاعه ولا فيه رولز وتعليمات محددة أنت اللي خلفتها بسبب طريقة ووقوفك في المكان ده وسؤالك خارج عن النص بخصوص المباراة واستخدامك أداة كمان غير معتمدة في هذه المباريات وفي هذه المسابقة كل دي تفاصيل الناس لازم تركز فيها لكن احنا بنتعامل مع الأمور على أن ده مدرب الأهلي خدش اسأله سؤال أي ريأكشن وأي رد فعل خده ترند وعمله حدث رغم أن فيه أحداث ثانية وفيه أضايا ثانية المفروض تحتاج أنها تبقى ترند والناس كلها تقعد تسأل وعايزة تعرف الإجابة لأن قضايا مهمة جدا وقضايا إجابتها مهمة جدا في مسابقة الدورة احنا بنلعب فيها وفي تفاصيل كتير سواء السنة دي أو السنة اللي فاتت لكن هي الفكرة اللي عايز ألخص كل اللي أنا قلته تطخيم الأمور اللي بتخص الأهلي تحديدا عبر السوشيال ميديا تطخيم الأمور فجأة تسمع عن ربطة وعدم التعامل مع بيت سمو سيماني ولعب ياسر إبراهيم اتخاني مع وليد سليمان وتطخيم أمور بدري بنون بشكل غير طبيعي لغاية لما اللاعب تلع ورد رغم أننا في نفس المكان ده الأسبوع اللي فاته أنا بتكلم على بدري بنون قلت ممكن يكون عندي المعلومة بس مش هقول التفاصيل لغاية لما اللاعب يرجع القاهرة ويجي للفحوصات الدقيقة عشان نطمئن عليه وفي التالي بالتالي الجزء الطبي تتحديدا لازم تستنى الإعلام الرسم ما فيهوش انفراد فيه حاجتين ما فيهوش انفراد الموت لقدر الله والإصابة الموت والإصابة لكن دايما بحس ان السوشيال ميديا أو بعض اللي جان بتستغل أن جمهور الأهلي عايز يتطمن على الفرقة جمهور الأهلي ما بيحبش يسمع كلمة سلبية عن الفرقة لأ صدر الصورة السلبية عشان تبقى ترند ما انت بتتكلم على نادي شعبيته كبيرة وجماهريته كبيرة في مصر وفي الوطن العربي وفي كل مكان للأسف بيتم استخدام السوشيال ميديا بشكل سلب جدا وبحس ان التركيز دايما بيبقى على الخبر داخل النادي الأهلي المعلومة الصغيرة اللي ممكن ما يكونش لها هدف لكل الناس لأ نقبرها ونعملها حديث بقى كبير ومسلسل وفيلم سينمائي وقصة كبيرة وهي في النهاية لقطة بسيطة بتحصل كل يوم في كل تدريب لأي فرقة وبتحصل في مدشاط وبالأمس كان في حديث لرئيس النادي الإسماعيلي في هذا إلا الشأن برضو يا جماعة انتو لو انتو في مشاكل بتقابلكوا سواء اقتصادية أو رياضية أو فنية بلاش استخدام كلمة الأهلي أو اسم الأهلي في أي جملة مفيدة النادي الأهلي الناس بتشتغل علشان تكسب بطولات والنادي الأهلي دايما بيبقى موجود في أي حدث اسمه وشعبيته ومكانته الكبيرة في الوطن العرب وفي الشرق الأوسط وفي القرى الإفريقية بس هل دا رجع أو جاء بسبب شعبيته الأهلي فقط لا في ناس بتشتغل عايزة تجيب بطولات فأي حد ممكن يكون عنده أزمة في الناحية التسوقية أو في الناحية المالية ما يربطش دا بالشعبية فقط لا ليه جزء تاني مهم جدا وشق مهم جدا وهو انك تشتغل عشان تجيب بطولة انك تشتغل عشان تعمل رصيد كبير من البطولات ما البطولات دي ووجودك على مناصة التطويق في المركز الأول بيخليك دايما يعني محط اهتمام كل الوكالات الإعلانية محط اهتمام كل وسائل الإعلام دا شيء احنا تعودنا عليه واتربنا عليه وشفناه في المجال الرياضي والمجال الإعلامي والإعلاني المجال الإعلامي والإعلاني طول ما انت بتكسب بطولات طول ما الناس على طول دايما مركزة معاك ومهتم يا بيك وبتلاقي الإعلانات كلها بتجر وراك فبالتالي محدش يستغل الجزئية دي ويلعب بقى على شعبية الآهل وان الاهل يواخد كل شيء الاهل بيكوش على كل حاجة الاهل مش بيكوش على كل حاجة الاهل بيشتغل عشان يقدر يكسب كل حاجة مش بيكسب كل حاجة كده لمجرد ان هو بيكوش لا هو الاهل بيشتغل عشان يكسب كل حاجة هو الاهل لما فاز باتنين دورة عبطال إفريقيا مش طبيعي قيمته التسويقية والعالمة التجارية بتاعت الاهل ما حليا تبقى رقم واحد طبيعي هو الاهل لما بيتصنف ضمن تصنيفات الاتحاد الإفريقي في كل المباراة الرسمية بتحط ايه؟ تصنيف أول ليه تصنيف أول؟ تبقى لبطولاته مش الشعبية بس الشعبية والجمارية مهمة جدا بس انت ازاي تقدر تستغل الشعبية والجمارية دي انك تكسب بطولات عشان يبقى عندك توازن بين يعني النقطتين المهمين دول بطولات وشعبية دول بيجيبوا فلوس ودول بيجيبوا فلوس بس حاجة من الاتنين لا قدر الله وقعت هتقدر تجيب فلوس؟ لا مش هتقدر فيه أندية شعبية وفيه أندية على المستوى القرى الإفريقية أندية شعبية وجمارية كبيرة لكن قيمتها التسويقية مش بنفس قيمة الاهلي ليه؟ لان الاهلي هنا بيجيب بطولات فبلاش حد يلعب على الوطر ده عشان ما يشحنش الجماهير لو مش عارف تشتغل في الجزئية دي كناحة أنك تجيب بطولة ما تلعبش على الوطر بقى الجماهيري وتقول الشعبية والكلام ده كله يا جماعة التفاصيل الصغيرة دي اللي ممكن يقولها بعض المسؤولين هي الشرارة اللي بسببها بتحصل أزمات في الملاعم ما بين الجماهير وبعدها البعض دي الشرارة اللي بتعمل أزمة بين الجماهير وبعدها البعض لو بنعرض الأمور بشكل سليم وبشكل صحيح وبشكل علمي مش هتحصل المشاكل دي بصوا على الدور الإنجليزي هل الأندية كلها زي بعضها؟ بصوا على الدور الأسباني هل ريال مديد وبرشلونة زي ختافي وريال مايوركا وكل الأندية في الدور الأسباني؟ لا، ليه؟ دي الطبيعة اللي موجودة في أي مكان في العالم اللي لها علاقة بالنحية التسويقية والعالمة التجارية اسمي ومكانتي وشعبيتي آه مهمة لكن برضو بكسب وبكسب بطولات وبعمل إنجازات ده مهم جدا لما يجي نتكلم بس في النقطة دي يعني النقطة دي نقطة حساسة جدا والناس بتتكلم فيها بقالها سنين وده اللي بيعمل دايما حساسية ما بين النادي الآهلي ما بعض جماهير الأندية الأخرى نتيجة إن في بعض المسؤولين مش عارفين أهمية الكلام في الموضوعات الحساسة اللي زي دي وبيصدر صورة غير صحيحة عن الواقع المتعلق بشعبية الآهلي وبطولات الآهلي وقيمة تسويقية للنادي الآهلي طيب الموضوع الثاني وهو متعلق بقى منتخبنا الوطني إن شاء الله يوم السبت القادم أرعي تدور الفاصل والحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين خلاص مرحلة البلي اوف داخلين في المرحلة الحاسمة مبارتين مية وتمانين دقيقة منتخب مصر يتأهل يا رب الكأس العالم وإن شاء الله مصر هتكون في المونديال ولكن كنت أتمنى أن يكون التصنيف الخاص بأمم إفريقيا في شهر يناير هو المعتمد في القرعة لأن للأسف الاتحاد الإفريقيا أعلم في فترة سابقة إن آخر تصنيف صادر من الفيفا في شهر نوفمبر الماضي هو اللي هيتم الاعتماد عليه خلال الفترة اللي جاية وعلى هذا الأساس هتكون قدامنا في القرعة يوم السبت اللي جاي الساعة خمسة بتوقيت القاهرة وعاين دمكم على الشاشة ده على فكرة ده الخطاب المرسل من الاتحاد الإفريقي لكل الاتحادات الوطنية الإفريقية وده يعني حصري على شاشة قناة الأهلي وهو متعلق بقرعة كاس العالم الخطاب ده حصري أول مرة يعرض على الشاشات متعلق به الرولز والشروط اللي حطها الاتحاد الإفريقي الخاص بالقرعة يوم السبت اللي جاي قايل في الشروط إيه؟ أوانا القرعة تبقى في يوم السبت اللي جاي الساعة خمسة في دولة في الكاميرون على هامش منافسات كاس الأمم وقال إنه هيتم اعتماد تصنيف 19 نوفمبر الصادر من الفيفا زي ما قلت هيبقى فيه وعائين وعاء فيه الفرق المصنفة التصنيف الأول والوعاء الثاني هيكون فيه الفرق المصنفة التصنيف الثاني مين التصنيف الأول؟ قدامنا كمان هو في الخطابة على الشاشة مكتوب المستوى الأول السنغال المغرب تونس الجزائر نيجيريا المستوى الثاني مصر الكاميرون غانا مالي الكنغو ديمقراطية إذن الفرق اللي هتلعب في المستوى الأول هتواجه الفرق اللي في المستوى الثاني الوعاء الأول هيكون فيه فرق المستوى الأول والوعاء التاني فرق المستوى التاني هيتم سحب القرعة ازاي؟ هتاخد كورة من الوعاء التاني نفترض مثلا منتخب مصر وهتاخد كورة من الوعاء الاول تطلع بقى المغرب تطلع تونس تطلع الجزائر تطلع نيجيريا تطلع السنغال انت وحظك وقتها بالمستوى الفن اللي شايفينه في كاس الأمم الأفريقية انا شايف يعني ايا كانت المواجهة مع الفرق الخمسة ان شاء الله منتخب مصر في شهر مارس يكون جاهز للمواجهة دي لان المواجهة صعبة جدا لكن بالعكس لما بتسحب القرى الاولانية من المستوى التاني وهيطلع منتخب مصر وتسحب القرى التانية من المستوى الاول نفترض مثلا يطلع المغرب او الجزائر او تونس عندي احسان لعب فريق عربي يعني احساس ان احنا هنلعب فريق عربي فأحد المنتخبات التلاتة المباراة الاولى هتكون فين؟ المباراة الاولى هتكون في مصر والمباراة التانية هتكون فيه يا المغرب يا الجزائر يا تونس يا المنتخب اللي احنا هنلعبوا فيه القرعة البلاي اوف فبالتالي المباراة الاولى هتكون في مصر في 21 مارس والمباراة التانية هتكون خارج مصر 28 او 29 مارس نتمنى التوفيق رب المنتخبنا الوطني والقرعة خلاص يوم السبت الجاي الساعة خمسة بتوقيت القاهرة دي الاخبار الخاصة بقرعة الدور الفاصل وربنا يوفق منتخبنا النهار ده أمام السودان والقرعة مهمة جدا يوم السبت كلانة عن تباحة إن شاء الله الساعة 5 بتوقيت القاهرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف تريند الأهلي وأبرز العنوين اللي معايا في فقرة تريند الأهلي